موسيقى 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 سيجدها ان شاء الله غدا على اليوتيوب بمجرد أن يكون أحد الأفاضل عند الوقت ينزلها على اليوتيوب وأريد أيضا أن أقول لكل إخواني وأخواتي اللي رحلوني وهم في الحقيقة بالألاف سواء كانت رسائل عبر الفيسبوك أو عبر الواتساب أو عبر الإيميل أو عبر التليجرام أو بايبر يعني كل هذه الوسائل حتى السكايب أنا شديد الاعتذار وأيضا مكالمات أحيانا حتى بعض المكالمات لم أستطع أن أرد عليها بكل أسف أقول لي إخواني أنا شديد الاعتذار لكم جميعا كثير من الناس رسلوني بأشياء مهمة وأشياء فيها فايدة أشياء قريت الرسائل أغلبية الرسائل قريتها لكن عجزت عن الرد وأنا منحبش خلي المساعدة تعي رد لأني أعتقد أن الرسائل هي شخصية والرد لازم يكون مني أنا شخصيا ولذلك أفضل أن لا أرد على أن يكون هناك شخص آخر بدأ لي يرد وكثير من الحالات رد علي إخواني فقط بكلمتين بثلاث كلمات باش نقدر رد على أكبر عدد ممكن فأنا أعتذر لمن لا أرد عليهم نهائيا وأعتدر أيضا لمن أرد عليهم بشكل سريع فليعذروني وليعرفوا بأن هناك آلاف رسائل وللأسف الإنسان إنسان يبقى محدود في الزمان وفي المكان وفي الطاقة وفي كل شيء فأعذر لكم جميعا والحقيقة بين الرسائل اللي جات كانت رسالة اليوم جميلة مازل ما رضيتش على صاحبها وإذا رأي يسمعني فليعتبر هذا اللي أني قال لي رأي يتابعني دائما على اللايف فليعتبر هذا هو ردي له وهو هذا إنسان متخصص في الطب في الصحة العامة وبعت لي برسالة سعيد فيها بأشياء كثيرة خلنا أعطيكم مفيد فيها يقول فيها يعني هو كان سمعنا لما قلتنا على الجزائريين في كافة الاختصاصات أينما كانوا أن يفكروا فيما بعد العصابة فيما بعد رحيل هذه العصابة وهذه الجماعات ويفكروا في البرامج وفي ما تحتاجه البلاد ما تحتاجه البلاد البلاد تحتاج كل شيء أن نعيد في النظر من جديد في الصحة في التربية في التعليم في الطرقات في الطاقة في تكنولوجيا في كل شيء في الإدارة في الجيش في الآمن في كل شيء نحتاجه أننا نعيد النظر فيه يعيد الجزائريين النظر فيه ويعيدوا بناء دولتهم حقيقة لأن للأسف هذه العصابات دمرت الدولة ونخرتها بالفيروسات نتعى الرشوة ونتعى الواسطة ونتعى الرداء اليوم الكثير من المن يشغلون المناصب العليا كلما زاد المنصب علو في الجزائر كلما كان الإنسان اللي فيه أو الإنسان اللي فيه من الفاسدين من الحثالة الجزائريين وهناك على المناصب الوسيطة المناصب حتى بعض المدارة المركزيون ربما يعني فيه بعض الكفاءات فيه كثير من الطاقات لكن هؤلاء لا يصلون إلى على المناصب ولا يذهبون بعيدا فهذا الأخ كان سمعني وكانوا قبله أيضا ناس رسلوني بنفس الشيء وقترح يعني قدم مقترح كان مقترح مختصر لكن كانوا فيه مجموعة نقاط ممتازين كيف النظر لقطاع الصحة ومن بينها بالنسبة إليه أول شيء يجب أن يكون أن ننتج دواءنا نحن وأن نقضي على قضية الاستيراد اللي مارساته العصابة باش تهرب الأموال وباش دمرت صناعة الدواء في البلاد فأذكر مثلا مجمع تيزيوزو لره مغلق اللي ممكن إعادة تنشيطه لإنتاج الدواء وغيرها فشكرا له وشكرا لكل من راه يهتم بالبلاد وأنا نعيد للكلمة هذه ونقول أنه يجب بعض الناس بعض الجزائريين خاصة المتخصصين الخبراء في مجالاتهم أن يركزوا على ما بعد رحيل العصابة لأن الآن رهو فيه تركيز كبير على الصراع على الصدام على المعركة مع العصابة هذا شيء جميل طبعا هذا مهم جدا هذا هو الأساس ولكن يجب أن يكون عندنا التفكير القريب المدى المتوسط المدى والبعيد المدى بمعنى أن تكون عندنا عقليات اللي تساهم في إعادة بعث البلاد من جديد وإعادة بناء الدولة الحقيقية الجزائر بالطاقة التي لديها بالإمكانيات التي لديها يمكن أن تذهب بعيدا وبعيدا جدا على المستوى العالمي يعني إذا جات حكومة راشدة حكومة شعبية حكومة خبراء وعلماء وناس يحبوا الوطن ويحبهم هذا الشعب أعيدكم أنه في عشر سنوات ممكن أن نكون ضمن الاقتصاديات العشرين الأولى في العالم لدينا كل الإمكانيات لكي نكون ضمن الاقتصاديات العشرين الأولى في العالم وإذا ضفنا لهم إخواننا اللي يحيطوا بنا في تونس كما في ليبيا في موريطانيا كما في المغرب وبنينا وصنعنا وأقمنا الدولة المغاربية الكبرى أقمنا الاتحاد المغاربي أقمنا المغرب الكبير فإننا بكل تأكيد بكل تأكيد سنكون ربما أيضا في خلال عشرين خمسة وعشرين سنة ضمن أفضل عشر دول في العالم وأقوى عشر دول في العالم العالم القادم خاصة مع بروز الصين والهند إضافة للقوة الكبرى الموجودة الأخرى لن يسمح بالكينات الصغيرة الكينات الصغيرة هذه سيلتهمها للحوت الكبير الحوت الكبير الآن سيرع كبير رقم تابعوا ربما قضية هواي نحن عارف على ما يسمونه في الجزائر هواوي هذا تليفون هواي اللي هو تليفون صيني أنا نسمع مرات في القناة سمعت مرة ولا زوجي يقولوا هواوي هو هواي على كلين فيه معركة كبيرة اليوم بين الصين والولايات المتحدة حول قضايا متعددة لعلها بارزت في قضية تليفون هواي اللي الولايات المتحدة تقول أن الصين تتجسس عليها بكل الطرق وأن هذا التليفون هو خطر عليها والصين تقول أن الولايات المتحدة تريد أن تبقى هي المسيطرة بآيفون وبكل الأجهزة التي لديها طبعا الولايات المتحدة هي القوى الإمبراطورية الأولى في العالم والصين تزاحمها الآن بشدة والهند جاء في الطريق وقوة تسعد وقوة تنزل والعالم في صراع كبير جدا ولكم التابع واش رح يجري في الخليج والصدام القائم على الأقل إعلاميا ما بين إيران والولايات المتحدة اللي هدفه في النهاية نهب بقية دول الخليج نهبا كاملا وسقوط أمراء الخليج في يد ترامب كما يسقط أو كما يكون الخاتم في الأصبر وقضايا أخرى إذن إخواني من فضلكم فكروا فيما بعد رحيل العصابة ولتكن مننا مجموعة تفكر فيما بعد رحيل العصابة وتكون قادرة على وضع الخطط ووضع المناهج ووضع التصورات لكي نذهب بعيدا لأن هذه العصابة ستسقط القضية متى؟ هذا هو السؤال ليس ما إذا كانت ستسقط أم لا إنما متى ستسقط؟ بإذن الله ستسقط وستسقط مدام الطلبة خرجوا مثل اليوم وستسقط لأن الطلبة في قلب الحراك في قلب الثورة حي الله حرار الجزائر حي الله حرار طلبة الجزائر أينما كانوا في الحقيقة خرجوا اليوم في أكثر المدن الجامعية خرجوا اليوم حتى في المدن الجنوبية حيث الحرارة الشديدة كان هناك خروج وإن كان محدود لكن كان هناك خروج والعاصمة طبيعة الحال كان هي قلب المعركة معركة الطلبة اللي كانوا في صراع وفي تحدي وكان هناك قمع اليوم كان هناك اعتقالات ما زال كنت سمعت قبل أو قرية أخبار أنه في عشرين طالب على الأقل حسب جامعة الجزائر الثنين ذكرت أن عشرين طالب من المنتسبين لهم قد معتقلين وكان هناك ضرب كان هناك لكريموجان كان هناك العصى مع ذلك وفي قمة الصيام والحرارة كان الطلبة في أروع ما يكون في صور تشرف الجزائر فعلا وبكل ما تعنيه كلمة تشرف أظنوا هم طلاب الجزائر اللي سيصنعون بإذن الله المستقبل والمستقبل الحقيقي بعدما أرادوا أن يخرجوه وكم أعجبني كم أعجبني حينما آرى صورة طالب عبد الرحمن اللي تكلمت لكم عليه قبل يومين واللي شفت صورته كل مرة نشوفه صورة طالب عبد الرحمن أشعر بتلك ذلك الفخر وهو ارتباط هذا الجيل بذاك الجيل نعم إنه الحقيقة نحن اليوم هذه ثورة ثانية لأنها ثورة أول نوفمبر ثوار رجال أحرار الشرفاء والنساء واللي قاموا فعلوا كل ما يستطيعون لكن جات طغمة هدمت ذلك في 62 وبنيت الدولة على أساس أعوج الآن هذا الارتباط هذا ما يحدث الآن هو استقلال الإنسان في 62 استقلت الأرض الآن هو استقلال الإنسان تحرر الإنسان الجزائري عودة الكرامة عودة العزة والربط ما بين تلك الثورة وهذه الثورة شيء عظيم جدا ولذلك طلبة حينما يحملون صورة طالب عبد الرحمن وصورة الطلبة عموما الذين استشهدوا والذين ماتوا من أجل الجزائر فهذا شرف لنا جميعا وفخر لنا جميعا بهذا الجيل وبذاك الجيل بكل تأكيد إذن قلت مدام الطلبة رهم في قلب الثورة فهذه الثورة وهذا الحراك لا خوف عليه لأنهم لا يخرجون فقط ثلاثاء حاليا يخرجون في يوم آخر مثل أول أمس خرجوا بمناسبة الذكرى 63 لسعود الطلبة إلى الجبل ويخرجون يوم الجمعة فهذا شيء يفرح ويسعدنا جميعا بإذن الله كانت هناك مجموعة قضايا سنرجع لكم اليوم الموضوع الرئيسي رح نعود نرجع إلى قيد صالح وما قاله أمس من اللي ما كملتش أمس معكم الحديث ولكن أيضا ما قاله اليوم لكن قبل أن نتحدث عن ذلك خلوني نجيب لكم ثلاث نقاط ولا بسرعة على بعض الأحداث بين الأشياء شفت اليوم فيها هذا وجماعة الف سي يو فيها أنه الف سي يو هذا اللي ما يسمى بالفوروم من تعل الرجال العمل الجزائريين يعني رجال نهب المال كلمة رجال كلمة كبيرة أشخاص نهب المال في الحقيقة فيها فيه اللي كان بارانتيريم اللي كان مؤقت استقال الرئيس المؤقت اللي خلف اللص حداد واللي كان مرشح استقال أيضا وقال لازم نخرجوا منه في الحقيقة لازم نخرجوا منه لأنه بصراحة شوف أي شريف أي حر أي واحد في هذا الف سي اللي هو محترم وإذا كان راه موش سرق أموال الجزائريين فهذا مش فوروم تاع المكلوبة التي نهبت نهشت البلاد نهشت الشعب حداد في ولاية واحدة في ولاية البيض 50 ألف هكتار 50 ألف هكتار في ولاية واحدة ونحن عندنا 48 ولاية والهكتار الواحد في 10.000 متر مربع وضربوا 50.000 هكتار في 10.000 متر مربع وشوفوا كم يطلع عليكم متر مربع في ولاية واحدة وهذا شخص واحد نهبوا البلاد تاح الصح يا سراقين كليتوا البلاد تاح الصح ما يخلوا فيها شي فيه اللي لا يملكش متر مربع وفي ولاية واحدة شخص واحد يدي 50.000 هكتار خمسين ألف عشر آلاف متر مربع صراحة ولذلك شعب فاهم بأنها إذا ما استرجعش حقوقه في هذه الثورة وهذه الانتفاضة انتهت انتهى الشعب لقدر له انتهى والوطن الناس فاهمة وراه يتلاعب جايت صالح راه يتلاعب صراحة لكن قبل ما نمر لجايت صالح اللي هو رح نركز عليه الحديث إذن قلت كان موضوعين أو ثلاثة بسرعة نتكلم عليهم وهما موضوع هذا الافسياني ذكرت لكم والموضوع الآخر قال لكم ويحيى وسلل يحبوا يحولهم المحكمة العليا روح حولهم المحكمة العليا هذا هو التماطل وقالت صالح يذكر يقول لك العدالة وما تقوم به العدالة إلى آخر هذا الموضوع الرئيسي أحددكم عليه اللعب هذا تعلم حكمة العليا وتاع التأخير وانتع أو يحيى وسلال مكانهم السجن ما فيش واحد في الجزائر لا يجمع أن أو يحيى وسلال خربوا البلاد ودمروا البلاد ونهبوا البلاد وكسروا البلاد ما فيش واحد حر ما يقولها لكش اللهم إلا بعض السفهاء اللي تابعين لهم وينهبوا معهم لكن خلوني نرجع لما قالوا يحيى لما قالوا قائد صالح قائد الجيش لأنه اليوم أيضا خرج بيان اليوم خرج بيان قبل ما نروح للبيان اللي خرجوا اليوم خلونا نرجعوا لما قالوا الأمس لأمس تقريبا نكلمت لكم عن النصف لكن نحاول نكون سريع شوية باش ما نطولش عليكم وإن كالبعض راي طالبني بين ندير ساعة وحتى ساعة ونصف لكن إخواني لا ننظم لربعين دقيقة على أقصى تقدير خمسة وربعين جيدة حتى لا يمل للناس وحتى يستطيع الناس أيضا يركزوا وإن كنت أشكر كل إخواني اللي رهم يطالبوا بالمزيد إن شاء الله كي تكون كنا دائما ظروف معين يكون فيه يكون فيه لايب ثاني إذن أمس في حديثه أنا طبعا كنت لخصت لكم نلخص لكم الآن بكلمتين وش قلت أمس هو أنه قيد صالح وأمام جنوده وضباطه هو يعتقد أنهم جنود وضباطه نحرف أن الجنود وضباط يكرهون هذه الجنرالات كما يكره المؤمن الشيطان يعني لكن في خضم هكذا في جلسة في فتاة كبيرة يجلس وأمام الجنود والضباط اللي هما كلهم بحسب الطبيعة العسكرية لازم يكونوا في حالة السعداد وحالة ناعم سيدي وحضارات إلى آخره يلقي خطاب الشعب الجزائري من خلال الثكنات وطبعا ما فيش ليل من يعقب عليه ولا من يسأل سؤال ولا من يتحدث معاه أنا نقول لجاية صالح حاجة إذا رأك قادر إذا رأك قادر أن تليرك الآن اليوم ترك حاكم البلاد إذا رأك عندك إمكانية وتقول أنك قادر تسير البلاد مرحبا بيك تفضل تفضل أخرج ديرنا دوات صحفية وتكلم ونحل بدلا بعد ومر الانتخابات الحقيقية مش طبعا انتخاباتك بتاع التزوير تعرب عجويلية لكن خلي تتأجل شوية الانتخابات وتمر مرحلة هكذا انتقالية على السريع ونحل بدلا ومرحبا بيك مرحبا بيك ولا أعطيلك الشعب نصف قولك لكن قبل ما نصلوا لهذاك الحد اخرجوا ديرنا دوات صحفية قابل فقط الصحفيين يا سيدي قابل حتى الصحفيين اللي هم يقدسوا فيك أو القنوات اللي رأيت قدس فيك جيب عشر اخمسة عشر صحفي وخليهم يتقدموا مرة أخرى مرة أخرى إخواني رهو اليوتيوب توقف هاني نعود نعمل مرة أخرى وإن شاء الله يمر إذن قلت بالنسبة للقايد صالح أنت إذا رك تشوف في روحك قادر وخرج أمام وخرج أمام صحافة وتكلم صح ما إنت مش يتكلم من ثاكنة لأن الثاكنة هذه الطبيعة العسكرية كلهم لأمامك يززو الكراس وكلهم يسفقوا لك وكلهم وانترك فرض عليهم حتى الآن قايد صالح لعل الناس شافت يعني مرة وين يروح في الغالب الناس شدة كرنيات صغار وشدين أقلام وكانهم يكتبوا يعني وكان قايد صالح راه جالس وفيه علم رهيب رهي مر وخطاب هائل ومانيش عارفوا الناس تكتب في الحقيقة المعلومات اللي جاتني أنا قايد صالح فرض عليهم هناك جنيرالات الآن يجلسوا معه الكرني فيه الكرني والستيل وفيه دو بشيبان الأهمي ينتاعوا وهذا كل فرض عسكري لن يذهب بعيدا لن يذهب بعيدا إذن في هذا الوضع اللي هو وضع وكانه إمبراطور داخل ثاكانة كرسي كبير العسكر في حالة الاستعداد وحالة الإنصات وكانهم يبدو كذلك والرجل الثمانيني المستوى الرابع ابتدائي وانا ما نسخر بالرجل يعني نصف واقعة تاريخية حقيقة أنه عنده الرابع ابتدائي هذه حقيقة يعني يبدأ يفتل شعب جزائري شعب جزائري اللي فيه أكثر من 42 مليون وفيه طاقات هائلة وفيه أفكار وفيه ناس وفيه خبراء وفيه دكاترة وفيه علماء في الداخل وفي الخارج يبدأ يفتلوا هذا الشخص لماذا؟ لأنه عنده الدبابة فقط ولأنه الآن يحب يستخدم هذا الحرك وهذه الثورة بش يضرب صحابه اللي كان معاهم طول عمره هو إياهم الآن ضربهم واللي دخلوا للحفز دخلوا واللي هرب هرب مثل الجنرال شنتوف والجنرال عبد الرزاق الشريف اللي كانوا يقولوا هو اللي رح يخلفوا بالمناسبة أو في باريس الآن على كلين نرجع للحديث انتاعوا إذن الجزء الثاني هذا في الحديث يقول وفي هذا السياق لا بد من الإشارة أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حد لمن يحاول إيطالة أمد هذه الأزمة والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف عن الانتخابات وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآليات دستورية باعتبارها الأدات القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات هنا أشار إلى جوزعين أشار إلى الانتخابات وأشار إلى الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف عن الانتخابات يقول لك هذه الآليات الدستورية ما فيش حاجة في الدستور اسمها الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف عن الانتخابات ما فيش فيه هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وما بين تنظيم ومراقبة الانتخابات فرق كبير جدا يا جايد صالح ويا جنيرالات اللي ركن تكتبونه في الخطابات فرق كبير ما بين التنظيم والمراقبة تنظيم معنى أن تشرف على العملية كلها هيئة مستقلة وهذا هو اللي موجود في كل الدول المحترمة أنا في بريطانيا هنا نستعرف أن فيه جهاز دائم يعمل باستمرار لا يتوقف هذا الجهاز مستقل تماما لا علاقة له لا بالأحزاب ولا بالتنظيمات ولا بالدولة جهاز غير حكومي مستقل وهو يشرف على الانتخابات وهو يشرف عليها من الأي تزاد كما يقال هنا من الألف إلى اليأ لا دخل للحكومة ولا علاقة لوزار الداخلية ولا شيء كل الذي تدير هذه اللجنة هي من الناخب إلى كذا إلى الإعلام إلى إعلان النتائج كل شيء لجنة منتعة هذه اللجنة إذن لكن في الدستور الذي رغم تكلمه عليه الدستور هذا يتكلم على لجنة لمراقبة الانتخابات شفتوا الخطأ وين لأنكم ما كمش فاهمين كثير ما تفرقوش لأن ما عندكمش ناس يفهموكم الفروقات بين هذا وهذا إذن هذه واحدة جيد صالحة الأمر الثاني تركت تكلم عن انتخابات ربعة جويلية وربعة جويلية من هنا لربعة جويلية اليوم رونا 21 ماي يعني رأنا أقل من 45 يوم أقل من 45 يوم كيفاش تدير لجنة في أقل من 45 يوم ومين نجيب هذ المستقلين؟ مين نجيبهم؟ نجيبهم من عصابات بوتفريقة اللي يضحهم ولا تجيبهم كما جبتوا هذك الإسلامي اللي بولحيا يأكل بلحيته في السحت ويحب تحبوا جابوه المرة اللي فاتت باش زعمها وبالك يشفوا بلحيا الناس بالك يثيقوا فيه جيبوا هذ الأصناف أراهي مهزلة اليوم حتى هذا التعليفالين هذا الجميع اللي هو شريك في التهريب من جهة الشرق قال بالله الانتخابات في ربعة جولية مهيش ممكنة يعني مهيش ممكنة صعبة قالك رأوا معاه في كل شيء إلا في هذا الموضوع رأوا ربما صعب شوية قضية ربعة جولية هذا حتى من الجهة اللي قريبة منك يعني مش بعيدة عليك نعارفين أن هذا التحرير كانت للأسف ما زالت تستخدم دائما لتمرير اللصوص والعصابات في كل الموضوع إذن الانتخابات اللي رك تصر عليها قيد صالح هذه لن تتم لن تتم لمجموعة من الأسباب سبب الأول أن الشعب لا يريد إعادة إنتاج النظام هذا هو السبب الأكبر والأول وهذه الانتخابات اللي انترك حبها تعيد إنتاج النظام لماذا؟ لماذا نقولها تعيد إنتاج النظام؟ لأن رئيس الدولة هو من العصابة واللي عينه هو السعيد بودفليق اللي رأى في السجن رئيس الحكومة هو من العصابة وكان وزير داخلية وكان وزير تكوين مهاني قبل ذلك ولما كان وزير داخلية وقبل اسمه قال لك جاب ستة ملايين استمارة رأي ووافقت على العهد الخامسة هذه وحدة تكفي لكي تقصيه ودخلوا للسجن أنا قلت لكم مارلفات خرجونا من هذه الملايين ستة الاف فقط يعني واحد من الالف من اللي وقعوا خرجوهن يدير مظاهرة من أجل العهد الخامسة ولا من أجل القيد صالح يا سيدي ما تخرجوناش واحد في الالف خرجونا واحد في العشرة الاف خرجونا ستمائة واحد من الستة ملايين اللي وقعوا الاستمار خلي بدوي خرجهم ويقولوا احنا رأنا مع العهد الخامسة ولا احنا وقعنا صح اذا لا يمكن الناس يثيقوا في واحد كذب كذبة لا يصدقها حتى الاطفال صغار ولو كان ست ملايين ما الهدل اللي خرجوا من نينجا جاءوا من الهند او جاءوا من الصين او من بركنا فاسو هذا السبب واذا المشرفين على انتخابة يا جايتس هم لصوص ومفسدين وهذا معروف الأمر الآخر الوضع العام في البلاد بني على الفساد والإفساد والتخريب يعني الدولة اللي قايمة اليوم هي دولة التوفيق بوتفليقة دولة التوفيق بوتفليقة هاك فيزوش ساجنهم كي التوفيق كي بوتفليقة بوتفليقة الحقيقي اللي كان حاكم ست سنين الأخيرة خاصة والآخر مسكين راه في حالات النازعات يعني يعني اراد ان يذل الشعب الجزائري فاذا به الشعب يذلوا والآن الناس مش عارفة حتى اخباره ومش تسأل عليه ولا تريد ان تسمع به هذا عبدالعزيز اللي طول عمره وهو ساهم في الانقلابات وساهم في الاختلاسات وساهم في التضليل وساهم في الاختيالات قال الحمد منصور في برنامجه كنت نقول له الرجل الثاني في حكم بومديان فسألوا اذا قالوا اذا انت مسؤول على الاختيالات اللي كانت تم وتمت اغتيالات ولي كثير من الاحرار حتى لو نختلف عليهم حتى مش احرار بشر فقط جزائريين فقط اقتلوهم واختلوهم في الخارج مثل ما راي توجه لي اليوم للتهديدات يبعثون بسفهائهم ويبعثون برسائل سنقطع رقبتك سنفعل كذا سنقطع الرؤوس معتوه برمينجهام يتكلم على قطع على مش قال نحر الرؤوس او شي من هذا القبيل تخيفونني تخيفونني بالموت تعتقدون ان فيه شيء يخيفني في هذه الدنيا ان من يخشى الله لا يخشى شيء ولا يخشى بشر ولا يخشى حد رأس الحكمة مخافة الله رأس الحكمة مخافة الله فاذا خشيت الله فانك تعلم انه ما كان ليصيبك شيء لم يكتبه الله لك لا بالحسن ولا بالسيء وانه ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا تخيفونني بالموت مرحبا بالموت في سبيل الله ومن اجل الوطن والشعب مرحبا بالموت اذا جاءت كل تهديداتكم على مدى 24 سنة لم تؤثر فيها ولم تحرك لشعر واحدة كل اكاديبكم كل مزعيمكم كل خبثكم اللي يريدكم تنشروا فيه في الانترنت بلا حدود لم يحرك في شعر واحدة انا مع الفقراء والمساكين انا مع المسحوقين انا مع المعذبين انا مع الذين احيان لا يجدون اكل انا مع الذين احيان لا يجدون لباس لابنائهم أنا مع الذين لا يجدون دواء أنا مع الذين عذبوا في أرض كبيرة وطن كبير بلد كبير خني سيطرت عليه العصابات ودمرته العصابات أنا والله ما يخيفني شيء في هذه الدنيا ولا أخافني يوم شيء أنا لا أخشى إلا من الله وإذا خشي الإنسان حقا من الله فإنه لا يخف أحد ولا بشر ولا إنذار ولا تحذير عشرات الرسائل والتعليقات تصل سنقطع رقبتك سنصلك هناك رصاصة واحدة مرحبا بكم تعالوا تعالوا أنا لنخبركم حتى وين نروح في 15 جوان القادم سأكون إن شاء الله إذا طلّف العمر وكانت صحة جيدة سأكون في ليون في باري في فرنسا وعلى الأرجح في 16 جوان سأكون في جينيف ليحضر مع الناس أنا هذه السفريات تتعبني لكن ليحضر مع الجزائريين هني أقول لكم حتى على تحركاتي عودة إذن للموضوع بالمناسبة بركي إخواني مرة أخرى اللي رأهم مرات يقولوا رأهم يكتبون ويقولون فيك إخواني قلت لكم سؤال واحد تطرحوا كل ما تشوفوا خداحهم وكذبهم ومذاعمهم وإشاعاتهم المجرمة قلوا لهم لماذا لم يتبتهموه رسميا خلي يخرج اتهام رسمي من جهة رسمية مرة واحدة أتحداكم عن أي موضوع اللي رأهم يملؤون به الأنترنت إذن يا جايد الصالح الانتخابات غير ممكنة غير ممكنة لأن الشعب لا يريدها لأن الدولة دولة عصابات دولة كوكايين لأن المشرف الرئيسي اللي هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة عصابات ولأن البلاد لأن الشعب يعرف أنكم تريدون يعنتاج النظام وهناك سبعين سبب أستطيعنا تمدد فيه لكن الوقت لا يسمح يضيف إجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في الفخ الدستوري هذا البال حردت عليه الفراغ الدستوري وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاغات غير محمودة العواقب وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيرين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم وما كانتها بين الأمم الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقوى البلاد يعني نسمعوله هو بكل التخريفات اللي يقولها وإلا ما لا نحب الوطن وما لا نحب الشعب وما لا نحب الشهد الدولة إلى آخر هذا هو خلاصة هذه الجملة وبهذه المناسبة يضيف أود أن أشير إلى أن المادة 102 من الدستور التي بادرنا باقتراح اعتمادها بكل مسؤولية وصدق وإخلاص بتاريخ 26 مارس الفارد بجاناية الناحية العسكر الرابعة باعتبارها تمثل حلا دستوريا ملائما قلت لقد أثارت هذه المادة تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة الذين أحداثوا حولها ضجة من أجل إفشالها إفشال كل مسعى تتقدم بقيادة الجيش الوطني الشعبي هل تتذكر أنك قلت المادة السابعة والثامنة أم لا؟ هل أصبت بالزهايمر؟ هل أصبت بالخرف؟ إذا كنت أنت لا تتذكر لأنك تقرأ ما يكتب لك ولا تعرف ما يكتب لك فالذين كتبوا لك أو الجنرالات الذين حولك من قايدة إلى وسيني بوعزة إلى شنجريحة إلى كل المجموعة إلى بلقصير لعل أحد فيهم تكون شوية عنده رجولة ويجي قل لك في وذنك لا راك تكلمت يوما مع المادة السابعة والثامنة راك تكلمت على المادة السابعة والثامنة راك كان شيء يسمع المادة السابعة والثامنة في الدستور وتكلمت عليهم من قبل إذن الوصلى إصابة اللي راك تكلم عليهم اللي هم أصحابك السابقين لا علاقة لهم لا بالسابعة ولا بالثامنة ولا بالمدة والاثنين بالعكس سعيد بوتفليقة أصدر قرار للإيطاحة بك وفي نهاية أفريل كانوا يتآمرون عليك وأنا من هنا قلت لك النراذير راكاين كوديتا أنكور اكتشفت أنت الأسبوع بعدها بأسبوع إذن دعك من تمن تلاعب في الحقيقة وذكرنا أرجعنا للمادة السابعة والثامنة هي اللي قلتها الشعب واللي من ذلك الشعب وقف في تلك الوقفة باش يسقط بوتفليقة ويسقط السعيد ويسقط الجميع وإلا لكل الناس من لول هجموك لأنك انت هجمتهم وقلت اسمانهم المغرر بهم المغرر بهم وقلت بأنهم محرضين ومعتوه بيرمينغهام لتحدث باسمك قال جواري وغلمان لن ينسى له الشعب الجزائري أبدا هذه العبارة قال على حرار الجزائر وحرات الجزائر حرائي الجزائر قال عليهم غلمان وجواري بئس القول وبئس القائل إذن يوظيف حول يفشل كل مسعى تتقدم بقيادة جيش وطن الشعبي هؤلاء الذين أظهروا بهذه المواقف على أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد فما صارهم الوظيفي والمهن يشهد على أنهم لما يقدموا شيء لهذا الجيش الآن يهازم في جنرالاته السابقين اللي كانوا معاه لما يقدموا شيء لهذا الجيش لأنهم ببساطة انشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيدا عن ما يمليع عليهم واجبهم الوطن اتجاه الجيش والوطن وين كنت أنت ما أنت قائد للأركان منذ 2004 أنت قائد للأركان منذ 2004 أين كنت وأنت وزير الدفاع منذ 2013 يقولوا نائب وزير الدفاع طبعا معناش وزير الدفاع أصلا الآن ولما كان الرئيس المحنط ما كانش يمارس كنت أنت مارس وزارة الدفاع كلها أين كنت ركلنا الآن تكلم على الجنرالات رك تكلم على الجيش وعلى جنرالاته أين كنت أنت ألم تكن أنت سيدهم وكبيرهم ثم على ذكر الفساد لعلنا نتذكر واحد اسمه عادل جايتس أحمد جايت أو عادل صالح ونتذكر واحد اسمه طليبة عنده علاقة هكذا ربما أنت مصاهرة أو أنت علاقات إلى آخره ونتذكر والي عنابة ونتذكر آخرين من أبنائك ونتذكر دبي وأبو ظبي وما فيها والبنوك نتذكر هذه الأشياء ربما على ذكر اللي استخدموا الجيش للثراء دعني لا ناقف عند هذه الكلمة دعني أمر قد يشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيدا عن ما يمليه عليهم واجبهم الوطني تجاه الوطن والشاء جيش والوطن ويبدو أن حقدهم على الجيش وقيادته بلغت درجة أنهم أصبحوا فعلا منزعجين تجاه الجيش والوطن من هذه الأشواط التطويرية التي قطعها جيشنا على أكثر من صعيب هذا الانزعاج الذي وصل إلى حدود خطيرة هدفها الواضح هو محاولة إضعاف الجيش والوقوف مانعا أمام هذا الجهد التطويري المعتبر اسمعوا مليح كلمة الجهد التطويري المعتبر ذاك نرجعوا متجاهلين أن من يقف في طريق الجيش الوطن الشعبي وقيادته ويعمل على عرق الجهود هو بالضرير ويقف ضد مصلحة الجزائر يتحدث عن المجهود التطويري الهائل للجيش وأن جنرالات كما هو مسموم جنات لكن قال اللي كانوا في الجيش معناها جنرالات بالتأكيد مش يتحدث على لا ليسيرجون ولا ليزاد جيدان شيف ولا حتى ليكابيتان وليكوموند طيب راك تتكلم على جهد تطويري وراه كل يوم تليفزيوني يوري فيك راك رحت لهي وكذا وشفت مناورة بالأسلحة وشفت كذا بالذخيرة الحية ونهار في ورقلة ونهار في بشار ونهار في جانت ونهار في قسمتينة إلى آخره طيب ورنا قاية صالح هل أنتجنا صناعات عسكرية حقيقية ما تكلمنيش على المرسدس اللي جابتها لكم الإمارات ومراها الإمارات وجمعتهم جابوها وداروك شريك معهم ومروا داروا الجيش زي ما في شراكة حنا أموال شعب جزائر نعطوها الإمارات باش تجيبنا سلعة من الألمانية نديروا له المونتاج وإن كان سلعة تأتي 90% تقريبا مونتي تبقى 10% ننفخ الروض ونخرجهم ونقولوا هنا أنتجنا أنتجنا صناعة عسكرية نتكلمنيش على هذه لأن هذه فضيحة وهذه في حد ذاتها في الحقيقة هذا المشروع فقط لو كان ما يكون عندك حتى مشكلة في أي شيء إلا هذا المشروع يدخلك للسجن أنت ومن معك ليس نحكي عن اللي معاك الآن نحكي اللي يدروا معاك المشروع لأن اللي معاك الآن فيهم جدد ومع ذلك اللي يرام معاك الآن فيهم بعض الشرفاء خلينا نقولها بكل صراحة لكن خلينا فقط هذا الموضوع إذا رك تتحدث عن التطويري ما التطويري أم الدرونز اللي قلتوا كين طائرات بدون طيار وفي النهاية المطاف الصناعة الصينية شراهم لكم الإمارات نمروا عبر الإمارات نبعثوا لهم الملايير يبعثوهما منهم جزء المبلغ يشيروا به السلعة ويبعثوهان سلعة تقريبا خردة يعني والجزء الأكبر يبقى في أبوظبي ودبي جزء يدهو أمار الإمارات وجزء صغير يبقى لكم أنتم هذه الصناعة التطويرية شوف خلينا نقارنوا ببلد قريب مننا مش بعيد علينا ومش بعيد علينا في الإمكانيات ولا في كثير من الأشياء هو تركيا تركيا اليوم تنتج مدافع تنتج طائرات تنتج بواخر حربية طائرات حربية مدافع حربية تنتج أسلحة تصدر الأسلحة نحن ما زلنا الكوابس نشروهم آخر شيء الكوابس هذوك نشروهم بعض الذخيرة الذخيرة البسيطة نشروها مع أن ميزانية الجيش 11 مليار العام لي فات 11 مليار دولار بمعنى بدراهم السوق أكثر من 180 ألف مليار سنتيم كون أخذيتهم منهم ألف مليار واحد ألف مليار فقط سنتيم تحلوا كل مشاكل متقاعدين كلها ومارا مقريبا 600 ألف أو 700 ألف شخص إذن لابنت صناعات حقيقية ولا طورت الجيش حقيقي ولا طورت البلد حقيقة ولا شيء والجيش سنصفوا يجوع والجنود يجوعون والضباط الصغر يجوعون اللي رعايش اليوم في الجيش هم من عقيد وطلع وحتى كثير من العقادة أو كثير من الجنرالات يسوفروا وذكرتك مرة أو أثنين بجنرال شريف أراد أن يوقف فكثير من 300 مليار أو ما يزيد وكانوا فيها شركاء أو بنائك دخلت للسجن تاج خالد جنرال لأنه رفض أن يوقع على أشياء خطأ دخلت للسجن دون أن تعرف شيء تصل بك واحد من العقاداء اللي يتعامل معك ومع ولادك وقال لك رام بلوكينة دخلت للسجن وما زرها في السجن خرجوا وحاكموا لكن محاكمة لتربينو ميليتير وشيجيك منها إذن ما فيه لا تطوير لوالو ولا تظن بأن رمي شوية سواريخ هنا وهنا كذلك هو التطوير ركراك غالط لأن كل السلاح الخردة اللي يقوم شاريينه بكل أسف وألم الغرب يستطيعني وقفه بي زر واحد قفلة واحدة يوقفو لكم كلش لأن الروس ما رميش يبيع لكم السلاح الأول رمي يبيع لكم السلاح الثاني ومع ذلك حتى السلاح الروسي لا يساوي الكثير مع السلاح الغربي إلا ربما إلا ربما في بعض الأمور اللي تتعلق بالدفاع الجوي لكن معروف عالميا أن الصناعات الغربية متطورة جدا مقارنة مع الروس هذا معروف مع ذلك ما يهمنيش أنا الروس ولا الأمريكان أنا اللي كان يهمني هو أن هذه البلاد كان ممكن أن تصنع صناعات حقيقية وكان ممكن أن نصل على الأقل كما وصل الأتراك الأتراك اليوم ثاني جيش في الحلف الأطلسي أقوى من الجيش البريطاني ومن الجيش الفرنسي في القوات البرية أقوى من الجيش البريطاني ومن الجيش الفرنسي والألماني أقوى منهم جميعا يأتوا مباشرة بعد الأمريكيين هاو الأتراك بيننا وبين الأتراك ما كانش شيء كبير صحيح أن عدد سكانهم ضعف عدد سكاننا لكن المساحة أكبر نحن منهم والإمكانيات المادية اللي عندنا أكبر بكثير وما عندناش العداء اللي عند العداء على الأتراك. الأتراك كل جيران هم عداءهم احنا كل جيرانا إخوانا فخلينا من الحديث على التطوير ما التطوير لأن هذا موضوع لكنا فتحوه هذا وحده يؤدي بك إلى المشنقة سبعين مرة ولا شك أن ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر عمالها وأمر عمالها الإجرامية والخبيثة والمضيرة بالجزائر هي الآن تنال جزائها العادل والمنصف بالحق والقانون سوف يتكلم على سعيد وتوفيق وترطاق رؤوس الفتنة وسوف يكون ذات المصير إن شاء الله تعالى لكل الذين تورطوا في التأمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية هؤلاء الذين ستكشفوا مستقبل التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية وسينالونهم أيضا جزائهم العادل والمنصف بالحق والقانون في هذه رأيتكلم على نونك سعيد وبوتفليقة وترطاق سعيد وبوتفليقة وترطاق وتوفيق ورايهدد في المرتابطين بهم المرتابطين بهم مدنيين وعسكريين نحن مع سجن كل رؤوس العصابة بالاستثناء هذا ما فيش نقاش وهاك انت الآن تسمين رؤوس الفتنة قبل ثلاث أشهر كنت تقول مع الوحدة الخامسة وكان السعيد يعطيك الأوامر الآن تسمين رؤوس الفتنة الحمد لله ليفطنت الحمد لله ليفطنت قبل ثلاث أشهر كان ترطاق زميلك هو رئيس المخابرات ونت رئيس الأركان الآن رأس من رؤوس الفتنة الحمد لله ليفطنت قبل ثلاث سنة وأربع سنوات كان توفيق يرعبك هو رئيس المخابرات وانت رئيس الأركان صح كان يرعبك الحمد لله ليفطنت مش مشكل لكن واصل الأخرين واعتقل حقيقة لكن مش مع هذا القضاء اللي رأيك تكلم عليه لأن القضاء هذا كلما زاد صعودا كلما كان القاضي فاسد وقضاء المحكمة العليا فاسدون فاسدون حتى النخاع بالمناسبة فهؤلاء الذين تم تعينهم في وظائف سامية وبدل من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر بدل كل ذلك فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية معتقدين وهم مخطئون بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات سيكفل لهم النجاة مما يقترفون إننا نحذرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها الذين يمثلون السد المنيع لحماية الجزائر هذا الوطن المفدى والغالي من كيد هؤلاء الذين يريدون دون وازع وطن يدخل الجزائر في متاهات مجهولة العواقب هذا الكلام اللي أنت تقول فيه احنا كنا نقوله منذ أنا على الأقل قلته منذ 24 سنة حينما كنا نقوله كنت أنت ومن هم أمثالك والذباب الحقيقي والإلكتروني والمواقع والقنوات كنت تتهموننا بأننا أيدي خارجية وبأننا نريد أن نسيء للجزائر وبأننا وبأننا قلت أنا غيري من الأحرار وهم كثير حينما كنا نقوله كنتم تشلون علينا هجومات عنيفة وترسلون لنا التهديدات وتحاولون وتفعلون كل شيء بل سجنتم أحرار سجنتوهم سجنتوهم أحرار في أوروبا التي تآمرت معكم وسجنت الأحرار خمسة ممن أسسوا رشاد ثلاثة سجنتوهم وفقتهم واهية واثنين أنا أخي عباس عروع جعلتم حياتنا جحيم مع ذلك لم نستكين يوم مع ذلك لم نتوقف يوم هاكنتا الآن تجي تقول الذين اتخذوا مناصبهم كذا وكذا وكذا فهم الذين تم تعيينهم في وظائف سامية هو يقول وبدل من أن يجعلوا هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها فرصة يؤكدون عبر أخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال هذا العمل فعلوا كذا وكذا وكذا مرة أخرى نقطع في اليوتيوب وهنا نحاول مرة أخرى أن نبدأ من جديد فسامحونا إذن نترك تقول نترك تقول هذا الكلام حينما قالوا لكم الناس تهمتهم بكل تهم مثل ما تفعلونا اليوم المهم خلونا نخلص مش حاب نزيل أن نأخذ لكم وقتكم كثير إخواني وكذلك نخلص بما أضافه اليوم اليوم أضافوا شيء آخر وهو نشروه قالوا بلي رأوا قالوا ما نشعرف أختاش قالوا قالوا بلي قالوا الأمس في الليل وهو الجزء الأخير هو في الحقيقة هذا عدلوا به يبدو أنهم عدلوا به التكملة لخطاب ونتع أمس وش فيها التكملة وقال جايد صالح في كلمة ثانية خلاله خلال اليوم الثالث من زيارة العمل يقصدون اليوم التي قادته عفوا إلى الناحية العسكرية الرابعة من ورقلة إن النهج المتبع في مكافحة الفساد يرتكز على أساس متين وصلب ومعلومات صحيحة ومؤكدة وملفات ثابتة ثابتة القرائن مما أزعج العصابة وأثار فيها الرعب لتسارع إلى محاولة عرقلة جهود الجيش والعدالة وأكد الفريق جايد صالح وفي السياق ذي الصلة وشير إلى التحدي الكبير المتمثل في محاربة الفساد الذي أصبحت له امتدادات سياسية ومالية وإعلامية ولبيات متعددة متغلقلة في مؤسسات البلاد وفي هذا الشان وأكد على أن النهج المتبع في مجال مكافحة الفساد التي استلزمت رصد وتفكيك كافة الألغام المزروعة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها هو نهج يرتكز على أساس متين وصلب إذن قايد صالح الآن في المعركة مع العصابة شيء جميل مرة أخرى أشدد وأقول أن سجن أي واحد من رؤوس العصابة هو خطوة نثمنها ونشجع عليها لأنها في أقل الأشياء تنتراليزي تحيد المجرمين ولكن مرة أخرى نؤكد أنه يجب سجنهم وليس التحفظ عليهم في السجن وليس محاكمتهم لأن القضاء القائم اليوم ليس قضاء عادل لا يستطيع أن يكون عادل إما سيطلقهم لأنهم كلهم مرتبطين مع بعض وكلهم لصوص وهذه القضاءات كانوا أسيادهم من قبل أو سيحكم عليهم أحكام ليس مبنية على أسس صحيحة أو على اتهامات صحيحة هذا ما حدد رميحكموا فيه على تزوير جواز سفر ما يحكموش على ملايير الدولارات لينهبها ولكن على تزوير جواز سفر جواز سفر في محكمة الجنح معنى أنه كان يأخذ أقصى عقوبة هي خمس سنين ها هو العبث قيد صالح شوف الناس ترحب باعتقال عصابات وبي لكن الناس قالت لك شيء ما تستغلناش ما قمناش بثورة باش نسقط جماعة الكادر وعباد الكادر باش نولوا نتعبدوا بالرنجاس ما تستعملناش ثورتنا وحراكنا وانتفاضتنا باش توجهنا لاتحرف المصار إلى قضية الفساد قضية الفساد موجودة وعميقة ونعرفوها لكن تلقي عليهم القبض هذا شيء جيد ونساندك فيه لكن ما تدرناش كما بكري بكري لما كنا نتذكر في الصغار يعني كان دايما البطاطا مفقودة أو في كثير من الأحوال البطاطا مفقودة وكي تروح تشري البطاطا من عند اللي يبيع فيها المحل يقول لك لازم بطاطا بتشينة تقول له أنا أحتاج البطاطا برك لا يقول لك البطاطا بتشينة كيلو بطاطا كيلو تشين فأنت تضطر تشري الكيلو البطاطا وكيلو تشين تقريبا لقاية صالحة رح يديرنا هالطريقة يعني نحارب الفساد مع أنه هو في نفسه وأسرته واللي قراب منه حولهم سبعين سبعين سؤال لكن هو يحب يقول لنا حارب الفساد بل صح ندير انتخابات ربعة جويلة ونعيد انتاج العصابة من جهة يقول لنا حارب الفساد بصح من جهة أخرى نحن نروح لانتخابات برئيس حكومة فاسد ومفسد ومزور ورئيس دولة فاسد ومفسد ومزور هذا بن صالح قبل ثلاثة شهر كان يقول يقول في جون بيلي فات ربعة شهر الآن يقول بل بيلي بوتفليقة بصحة جيدة وسيذهب إلى عهدة خامسة ونحن معه هذا هو اللي رحب لقاية صالح يشرفنا عن الانتخابات هو بدوي وهنا نعود نذكر بدويلي يزور ستة ملايين أقل شيء آخر أعماله يزور ستة ملايين فور قاية صالح إذن يقولنا نحارب العصابات من جهة بالصح روحوا لانتخابات العصابات وروحوا انتخبوا رئيس من العصابات في دولة العصابات هل يستقيم هذا الأمر هل هناك عاقل يقبل هذا الأمر درنا الشونتاج ركت حارب المفسدين باش تمررنا إعادة إنتاج العصابة وربما نقول وحنا مع وحده كما بدفليقة مدة عشرين سنة وعشرين سنة وان الحارب في بدفليقة وفي دولته وفي نظامه مانيش عارف لتبقى لنا عشرين سنة أخرى نزيد الحارب فيها هذا المجرمين اللي تعودوا تجيبه مننا لن تمروا هذه المرة لن تمروا تعرفوا لماذا؟ لأن الشعب وصل إلى قناعة نهائية من أن مروركم وإعادة إنتاج العصابة هو لا قدر الله تدمير للوطن تكسير للجزائر وضياع شعبها إلى الأبد لن تمروا الناس عارفوا أن الصراع القائم اليوم هو صراع وجودي إما أن نوجد ونظل ونستمر وننهض أو نغرق ونغرق إلى الأبد لن تمروا بإذن الله هذا نحواني إن شاء الله نحدثكم على السيناريوهات الأربع اللي ممكن تقع هذه الأيام على مستوى رأس الهرم السلطة العسكرية لأنها هي السلطة القائمة اليوم هل سيستمر رقايد صالح أم يقع عليها انقلاب من طرف العصابة لسجنها أم يقع عليها انقلاب من طرف من معه اليوم لأنهم يرون من أنه يؤدي بهم إلى الكارثة أم يقع عليهم انقلاب من أطراف أخرى وضباط أحرار آخرين هناك أربع احتمالات قائمة في هذا من هنا إلى نهاية جوان القادم بدا نحدثكم عليها وعلى أمور أخرى قد تستجد حيا الله الطلاب حيا الله الحرار في كل ما كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته